بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا في سلسلة أبسط طريقة لتعلم الإملاء الدرس السابع التاء المربوطة والتاء المبسوطة إذن لاحظوا معي الجمل الآسية نامت الرضيعة بيت الجدة واسع كتبت البنت رسالة إذن هذه الكلمات تتضمن التاء المربوطة والتاء المبسوطة إذن مثلا إذا أمليت علي الجملة يعني هذه الجملة نامت الرضيعة نامتي عندما أسمع نامتي وأنا في البداية سوف يخسلط علي الأمر ولا أعرف كيف أكتب تاء نامتي هل أكتبها مربوطة أم مبسوطة الحل جد سهل إذن التاء سوف أقف عليها في حالة الوقف وفي حالة الوصل مثلا في حالة الوقف نامتي أقف عليها نامت نامت وفي حالة الوصل نامت الرضيعة نامت إذن في حالة الوقف نامت بقيت بقيت التاء وبقي النطق بها نامت وفي حالة الوصل نامت الرضيعة يعني التاء تنطق في حالة الوصل وفي حالة الوقف إذا كانت كذلك فإنها تكتب مبسوطة يعني إذا وقفت على التاء يعني وقفت على التاء يعني وقفت عليها ونطقتها وقرأتها بالوصل يعني وقرأتها فإنني أكتبها مبسوطة كما في هذا المثال نامتي لأن في يعني الوصل نامت الرضيعة في حالة الوقف نامت يعني في هذه الحالة أكتبها مبسوطة نتقل إلى الكلمة الثانية الرضيعة كذلك الرضيعة مثلا إذا أمليت علي هذه الكلمة الرضيعة وأنا في البداية فإنه يشكل علي الأمر هل مثلا أكتبها يعني مربوطة أم مبسوطة نفس الشيء أقف عليها أقف على يعني آخر الكلمة الرضيعة الرضيعة ولا يمكن أن أقف الرضيعة الرضيعة إذا وقفت عليها بماذا بالهاء نعم يعني دائما المربوطة عند الوقف يعني في الأخير نقف عليها بالهاء الرديعة وإذا قرأتها بالوصل مثلا هنا 10 الصغيرة مثلا نامتي الرديعة الصغيرة إذا قرأتها بالوصل 20 Ug يعني تنطق وتقرأ يعني آتا وإذا وقفت عليها فإنه يصح موقف عليها بالهاء الرديعة إذن هناك فرق بين هذه الكلمة وهذه الكلمة يعني نامتي يعني هنا وقفنا في حالة الوقف وفي حالة الوصل فإن التاء تقرأ وتنطق نامت في الوقف نامتي في الوصل الرديعة في الوصل الرديعة في الوقف يعني هناك خلاف بين الكلمتين إذا كان يعني في الوقف نقف عليها بالهاء وفي الوصل يعني نقرأها وتنطق فإنني أكتبها مربوطة بهذا الشكل مربوطة نعم ننتقل إلى المثال الثاني بيت الجدة واسع إذن بيت إذن نطبق هذه القاعدة نقف عليها على هذه الكلمة بيت بيت نصل بيت الجدة يعني هنا التاء في الحالة تاني يعني في حالة الوقف وحالة الوصل يعني قرأناها ونطقناها إذن تكتبوا مبسوطة الجدة حالة الوصل الجدة حالة يعني الوقف الجدة الجدة وقفنا عليها بالهاء لذلك كتبت مربوطة ننتقل إلى الجملة الثالثة كتبت البنت رسالة نبدأ بالكلمة الأولى كتبتي يعني في حالة الوصل كتبتي فإن التاء تقرأه يعني بالكسب وفي حالة الوقف كتبت كتبت يعني أننا نطقنا وقرأنا التاء يعني في الحالتين معا في حالة الوصل وفي حالة الوقف لذلك يصح كتابتها مبسوطة البنت نقف عليها البنت البنت نصرها البنت رسالة كتبتي البنت رسالة يعني أن في كلتا الحالتين سواء الوقف أو الوصل فإننا نقرأ التاء يعني نقرأها في حالة الوصل ونقف عليها بالتاء البنت يعني وقفنا ودائما نسمع في الأخير التاء البنت بنت إذن إذا كنا يعني التاء نسمعها في الوقف وفي الوصل فإنها تكتب مبسوطة كتبتي كتبت يعني البنت البنت نفس الشيء هذا فعل وهذا اسم بالنسبة للكلمة الثالثة رسالة أقف عليها رسالة رسالة إذن وقفت عليها بالهاء وإذا وصلت مثلا كتبتي البنت رسالة لأمها رسالة لأمها إذن في الوقف نقف عليها بالهاء وفي الوصل تقرأ التاء إذن إذا كان الوقف عليها بالهاء في حالة الوقف نقف عليها بالهاء فإنها تكتب بهذا الشكل يعني تكتب مربوطة أعيد يعني الكلمة المتضمنة يعني في آخرها تاء أقرأها في حالة الوصل وفي حالة الوقف إذا كانت التاء تقرأ يعني نسمع نطقها في حالة الوصل وفي حالة الوقف فإنها تكتب مبسوطة وإذا كانت في حالة الوقف نقف عليها بالهاء وفي حالة الوصل نعم ننطقها فإنها تكتب مربوطة واضح نعم أعيد أعيد الأمثلة نامتي نامتي يعني أقف على الكلمة نامت هل أسمع التاء أم لا نعم أسمعها أقرأها يعني وصلا نامتي 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 فإنني أسمعها يعني أسمعها في كلتا الحالتين لذلك تكتب مبسوطة كذلك نفس الشيء في بيت بيت أقرأها بالوقف بيت أسمع التاء في آخر الكلمة بيت وأقرأها في حالة الوصل بيت الجدة فإنني أسمعها يعني أسمعها في كلتا الحالتين وقفا ووصلا لذلك تكتب مبسوطة كتبات أقرأها بالوقف كتبت كتبت أسمع فيها التاء وصلا كتبات البنت كتبات البنت أسمعها يعني أنها تنطق يعني في حالة الوصل وفي حالة الوقف لذلك كتبت مبسوطة البنت أقرأها في حالة يعني الوصل البنت رسالة كتبت البنت رسالة كتبت البنت رسالة فإنني أسمعها فإنها تنطق في الوصل وفي الوقف نقف عليها البنت البنت فإنني أسمع التاء يعني التاء تنطق وتقرأ وتسمع وقفا ووصلا لذلك كتبت مبسوطة وانتقل إلى تاء المربوطة الرديعة أقف عليها الرديعة 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 نقف عليها نقف عليها بالهاء الرديعة وإذا أردنا أن نقف على هذه هذه يعني نامة بالهاء فإنه يختل المعنى نامه بيه بيه كتبه كتبه بنه بنه فإنه فإنه لا يصح فإنه لا يصح يعني ولو أردنا أن نقف عليها بالهاء فإنه يختل المعنى ولا تحتفظ الكلمة أو الفعل بالمعنى بخلاف الكلمات التي تكتب في التاء المربوطة فإنه يعني يصح روقف عليها بالهاء وتحتفظ بنفس المعنى الرديعة الرديعة الجدة الجدة رسالة رسالة يعني نقف عليها بالهاء وتحتفظ بنفس المعنى ولا يختل معناها إذن الكلمات التي يصح الوقوف عليها بالهاء ولا يختل معناها في حالة الوقف فإنها تكتب مربوطة بخلاف الكلمات التي تكتب يعني تاءها مبسوطة فإننا إذا وقفنا عليها بالهاء فإنه يختل المعنى ويصح الوقوف عليها بالتاء نامت نامت بيت بيت كتبت كتبت البنت البنت إذن خلاصة القول تكتب التاء المبسوطة في الكلمة إذا صح الوقوف عليها بالتاء يعني في الوقف وفي الوصل فإنها تقرأ إذن نامت نامت الوقف عليها بالتاء المبسوطة في الوقف نامت نامت هنا في الوقف بيت بيت وصلا بيت الجدة بيت الجدة وقفا كتبت كتبت وصلا كتبت البنت كتبت البنت البنت وقفا البنت في الوصل كتبت البنت رسالة كتبت البنت رسالة يعني الكلمات التي تكتب تاءها مبسوطة فإنه يصح الوقوف عليها بالتاء وتنطق التاء في حالة الوصل يعني في الحالتين مع النطقا يعني وصلا ووقفا تنطق التاء يعني نامت نامت بيت بيت كتبت كتبت البنت البنت سواء يكون يتكون الكلمة يعني اسما أم فعلا بالنسبة للراضعة والجدة ورسالة كتبت بالتاء المربوطة لأن وقفا يتصح الوقوف عليها بالهاء الرديعة الرديعة الجدة الجدة رسالة رسالة لذلك تكتب مربوطة وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته